طيب عموما دي كانت الإطلالة سريعة على كاس العالم لغاية بقى منخش في كواليس المونديال خلونا نطلع نشوف آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة المحلة تقرير ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم ومع كابتن وسامة ندخل بقى على الجانب المحلي طيب مباراة صعبة جدا أمام المحلة كابتن وسامة أعتقد أن استعدادات جادة جدا ولكن هو جمهور الأهلي الآن شوية من المباراة الأخيرتين من المستوى اللي ظهر عليه نادي الأهلي سواء في مباراة المئولين أو الجيش الأخير يعني هو طبعا على رجل من الفوس طبعا طبعا أهم ما حدث في المباراتين دولة انت كسبت مباراة كاس ومباراة الدور الأخير لتعطلع على الجيش يمكن الأداء أقل من نادي الأهلي منها قبل فترة الراحة ثلاث حاجات أنا شايف أنه ممكن يكونوا أسروا شوية في الموضوع الأداء ده اللي هو المختلف عن الفترة الأولى نمرة واحد فترة الراحة وعودة لعبها من بعد فترة راحة صح بعد ما وصلوا المستوى معين دي مأسرة أكثر المتدررين من الأهلي أكثر المتدررين من الأهلي آه طبعا ما أنت فيه فرق لما بتوصل للطوب فورم وخلاص أداءها عالي بتيجي تريح وفيه فرق بقى بقى عندها إصابات كتير مستوى أداءها وحش نتائجها وحش ففترة الراحة بتيجي جيدة معها يعني نعم يبقى أول حاجة فترة الراحة تاني حاجة تغييرات كتيرة في شكل الفريق في المبارتين يعني المباراة الأولى غيرنا عدد كبير أو من اللعبة وكان فيه لعبة أساسية أعدم رياحة ويمكن نستعنى بهم في الشوت التاني دي فرقت كتير في المباراة آه المباراة الأخيرة غيرنا حوالي ست لعبين دفع واحدة آه يمكن التغييرات دي برضو آه يعني كنت أنت مستقرة على شكل معين كانت تغيير في أداء الحدود قبل التوقف نعم دي نقطة تالت حاجة ضاعة الفرص السهلة يعني سواء في مباراة المقاولين أو مباراة طلاع الجيش ده يعني فرص سهلة ممكن تخلص بيها فدي ممكن برضو تكون من فترة الراحة نعم لكن أنا أتصور أنه ماتش المحلة هيبقى مختلف آه اللعبة دخلت في شكل الأداء الرسمي تاني في المباراتين الأخيراتين آه هايبقى فيه جدية أكتر لأن المحلة كان قبل المكسب اللي فات كان هو المتربع رغم أننا يعني فرقة المحلة فرقة جيدة وتحترم يعني ولكن كل ترتيب الدوري ده هيبقى مختلف تماما بعد كمان أربع خمس أسابيع يعني أصلا مش هتعول أنت على فرقة في تلات أربع ماتشات هتقول ده محتل الأول أو التاني أو التالت طبعا ده مش هيحصل هيحصل اختلافات والدليل على كده أني مثلا تحاد سكنداري قاعد ثلاث ماتشات جي لعب المحلة اتغلب اتغلب ونزل تاني اللي مش هعب في الرابع أو التالت فأنا ده ترتيب وهمي اللي هيطلع في الآخر في المقدمة هتلاقي الأقلي هتلاقي زمالك هتلاقي بيرامدز هتلاقي يمكن فيوتشر ومنوشة بقى من فرقتين ثلاثة فده مش ترتيب منطقي بعد خمس ست سبعة ماتشات يعني لما الأمور الناس تلعب كتير وتستقر الموضوع هتلاقي الترتيب يبدأ يرجع للشكل الطبيعي بتاعه فمباراة صعبة مباراة مهمة ثلاثة نقط مهمين جدا فرقة هتلاقي فرقة واخدى ثقة المكس كذبنا ثلاث ماتشات ومتعادل ماتش فعندها ثقة المكس مش خايفة على حاجة اه يعني أنا لما جي مثلا لعب فريق زي أسوان أو حرس الحدود أو بتاع خسران ثلاثة أربع ماتشات بيبقى مهزوز وخايف والآن لكن لما بجي لعب فرقة كذبنا ثلاثة أربع ماتشات وهي في الطبيعي انه ده مش وضعوهم يعني مش هيفضلوا يكسبوا هتلاقي ثقة هتلاقي ثقة ايوة مفيش قلق على الهزيمة مفيش خوف فالمباراة تبقى صعبة وإن كنت بقول ان النادي الأهلي أقرب للمكسف فيها برضو طيب أخيرا ركبتن هل ملعب غزل المحلة هيؤثر بشكل سلبي على أداء النادي الأهلي هو زمان يا إسلام انت عارف كنا أحلى ملعب بنحب نلعب فيه ملعب المحلة وملعب الإسماعيل واستدق قائرة التالية يعني التلاتة دول فالمحلة طول عمره احنا كنا بنبقى فرحانين وبالذات زمان أيامنا الملعب مش كلها كانت جيدة يعني ملعب ملعبين تلاتة ممكن دلوقتي فيه ملعب كتير جيدة فإن شاء الله يكون الملعب كويس لكن هما بيبقى عندهم حماس أكتر أكتر في ملعبهم في ملعبهم لكن خبرة لعبة النادي الأهلي وثقاتهم وخبراتهم الدولية وخبراتهم الإفريقية أعتقد أنه يعني إن شاء الله المكسب يكون في متناول النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر